السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا ومعلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار المادة لغتي موضوع الدرس الخط خير ما نبدأ به في جميع أمورنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هناك كتاب لغتي ولونه أحمر وعلى هذا الغلاف صورة أسرة فواز ونورة وهنا رقم اثنان للصف الثاني الابتدائي هنا نشاهد الفهرس والذي يوجهنا إلى رقم الصفحة سنبحث عنها في دروس الوحدة الدرس الأول الصديقاني وتبدأ صفحاته من الصفحة رقم ستين هنا لدينا غلاف الوحدة نحن في الوحدة الثانية وعنوانها أصدقائي وجيراني نشاهد صور في هذا الغلاف والتي تجمع فواز ووالده بالأصدقاء والجيران بأسفل الغلاف يوجد رسالة موجهة إلى الأسرة العزيزة هنا لدينا دليل الوحدة والذي فيه الكفايات المستهدفة يهمنا في درسنا اليوم الاستماع حيث سنستمع لقراءة المعلمة لي الجملة ثم بعد ذلك سنقرأها معها وبعد ذلك الكتابة إذن يا رائعين الآن نجلس في مكان هادئ ونستمع جيدا إلى شرح المعلمة ونحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص إذن سنتعلم اليوم إن شاء الله نقرأ الجملة ثم نرسمها بخط النسخ مبتدئين بالسطر الأخير نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم 69 كما أشير الآن في الشاشة ممتاز نلاحظ أننا الآن في مكون الخط الخط أرسم بخط الجميل أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير إذن رائعين هذه هي صفحة درسنا لهذا اليوم نشاهد في السطر الأول بالأعلى الجملة مكتوبة بالخط الأسود الواضح كما نلاحظ أن هنا يوجد لدينا عدة أسطر سنكتب عليها بالأسفل يوجد نفس الجملة بالأعلى ولكن بشكل مضلل إذن ماذا سنفعل دائما كما تعودنا في الخط منذ الصف الثاني ممتاز نبدأ من الأسفل نعيد الكتابة على السطر بالأسفل ثم ننتقل إلى الذي يليه بالأعلى فالذي يليه إذا وصلنا إلى هذا السطر الذي أشير إليه الآن سوف نعتمد على أنفسنا في كتابة هذه الجملة هنا على أي سطر؟ ممتاز على السطر الأحمر عندما ننتهي ننتقل إلى الأعلى ثم إلى الأعلى نلاحظ أن لدينا هنا في اللون الأخضر أستفيد من قواعد كتابة الحروف بالرجوع إلى أتعلم فن الخط توجد هذه القاعدة في الصفحة رقم 16 إذن في كل مرة يا أصدقاء نتعرف على مكون الخط سوف نعود إلى هذه القاعدة جميع الكتاب في الفصل الدراسي الأول والثاني وأيضا الثالث نعود دائما إلى هذه القاعدة القاعدة موجودة في الصفحة السادسة عشر هذه هي القاعدة يا أصدقاء نفتح الكتاب الآن على الصفحة السادسة عشر حتى نستعيد المعلومات الموجودة في هذه الصفحة سنتعرف عليها جزءا جزء نجزئها لدينا هنا كما تروا يوجد سطر أخضر وسطر لونه أحمر والسطر المتقطع باللون الأزرق والذي نسميه الخط الوهمي وهنا السطر البنفسجي وهو الخط السفلي ماذا نلاحظ في كلمة القرآن الكريم؟ نلاحظ أن جميع الحروف كتبت على أي سطر ممتاز على السطر الأساسي والسطر الأساسي ما هو لونه؟ الأحمر أحسنتم إذن جميع حروفنا وكلماتنا نكتبها على السطر الأساسي الأحمر نلاحظ أن بعض الحروف ترتفع إلى السطر العلوي ما هو لون السطر العلوي؟ أخضر ممتاز مثل أي حرف اتفع إلى السطر العلوي في كلمة القرآن الكريم أحسنتم رائعين الألف واللام ممتاز وأيضا الكاف أحسنتم رائعين وهناك حروف نزلت إلى الخط الوهمي المتقطع ما هي؟ أحسنتم الراء النون ممتاز والنقاط كما في حرف الياء وأيضا يوجد حروف تنزل إلى السطر السفلي مثل أي حرف؟ أحسنتم حرف الميم نلاحظ حرف الميم عندما نزل إلى السطر السفلي إذن الخط العلوي هو أقصى ما ترتفع إليه الحروف والخط الوسط هو الحامل الأساسي للحروف جميع الحروف سواء كانت عليا أو سفلة وهذه أمثلة على بعض الحروف أنا الآن نعطيكم هذه الحروف حرف الألف وحرف النون وحرف اللام نجرب يا أصدقاء كيف أننا سنكتب هذه الحروف على هذه الأسطر ونتعرف على طريقة كتابتها وإلى أي سطر ترتفع أو تنزل وهذه الحروف تم اختيارها بحسب الجملة التي سنأخذها اليوم في درسنا إذن سنبدأ الآن بالحرف ألف كيف سنكتب حرف الألف؟ سنكتبه على الخط الأساسي الأحمر وهنا الهمزة إذن حرف الألف ارتفع إلى السطر العلوي نجرب الآن إذن انتهينا من حرف الألف نجرب الآن حرف النون نلاحظ حرف النون عندما نكتبه أيضا سنكتبه على السطر الأساسي نلاحظ أنه ينزل إلى الخط الوهمي ممتاز الآن لدينا حرف اللام أيضا حرف اللام يرتفع إلى الأعلى إذن سنبدأ من الأعلى إلى الأسفل في الكتابة نلاحظ أيضا أنه ينزل إلى السطر الوهمي ممتاز هكذا نكون تعرفنا على ثلاثة أحرف لدينا أيضا في ذات القاعدة هنا تقسيم للحروف التي تكتب بخط النسخ إلى قسمين حروف تكتب على السطر وحروف ينزل جزءا منها أسفل السطر نجرب الآن حرف الراء وحرف الحاء إذن هذه هي القاعدة تقول لنا بأن الأحرف السفلية تنزل إلى الخط السفلي مثل حرف الحاء حرف الحاء يكتب على السطر وينزل إلى الخط السفلي حرف الراء الآن حرف الراء أيضا على السطر الأساسي وينزل إلى السطر الوهمي المتقطع الأزرق إذن الآن نعود إلى صفحة درسنا لهذا اليوم صفحة رقم 69 بعد أن تعرفنا على القاعدة الموجودة في الصفحة السادسة عشر الآن من أين سنبدأ في الكتابة؟ ممتاز سنبدأ من الأسفل باتجاه الأعلى سنكتب أولا السطر الذي بالأسفل هيا أنا وأنتم الآن نبدأ بالكتابة دقيقة أو دقيقتين سنأخذها للكتابة على السطر الأول نمسك أولا بالقلم بطريقة صحيحة أذكركم بهذه الطريقة نمسك ممتاز جميعنا الآن يمسك بالقلم ممتاز نبدأ من اليمين إلى اليسار من الأسفل إلى الأعلى بسم الله نبدأ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنكتب الجملة المسلم يجب أن يتصف بالتسامح وحب الآخرين وفي النهاية نضع النقطة ونكمل الآن الكتابة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 السادسة عشر ممتاز وفقكم الله إذن تعلمنا اليوم قرأنا الجملة ثم رسمناها بخط النسخ مبتدئين من السطر الأخي انتهى درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله